حسناً الحق أقول وكما قلت لك أن الرأي العام في أوروبا هو حتى منفصل وليس موحد إذن القرار ليس للنيتو بحد ذاته كمؤسسة وإنما حتى الأمر أو القرار قد يعتمد على الدول كمؤسسات فردية كترية حتى وإن كان يعني الأمر هناك تنازلات أكليمية على الأرض من تقدم أوكرانيا لصالح روسيا فهناك شق آخر من هذه المعادلة وهو الشق الأكبر والذي يصر على معاقبة روسيا والذي يصر على أن تظفر أوكرانيا بهذه الحرب وأن توهن قوى روسيا وأن أوكرانيا يجب عليها أن تدافع عن عدلتها وعن قضياتها حتى النهاية إذن هذان الرأيان هم بالفعل نشطان في الاتحاد الأوروبي وهي ما تلوكه وسائل الإعلام ولكن النقطة الثانية هي ربما قد تكون الأكثر جسارة نعم نسمع الآن الأشخاص والمواطنون يشتكون وهذا ربما قد يكون مدعوما من موقف الولايات المتحدة الأمريكية حتى نضع حدا لهذه المخاطر ولكن على أي حال أظن أن هذه حجة منطقية لها وجاهتها وبالطبع يمكنك أن تستمع حتى في الداخل الروسي إذن فيما يتعلق بهذا التنازل فإن لجب لهذه الحرب أن تنتهي في أسرع وقت ممكن لأنه خطر ليس فقط على روسيا وأوكرانيا بل قد يطيل الاتحاد الأوروبي كذلك وحتى أطراف ثالثة من الصين ومن حتى دول الجنوب عليهم أن يراجعوا أنفسهم حتى يتفهموا الموقف على نحو أفضل شكرا للمشاهدة